أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في أرض الله وحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته لو سألت أنا إنسانا من أنت يقول الله أنا طبيب أنا مهندس أنا إعلامي أنا صحفي أنا حرفي أنا محاسب طيب فإن قلنا للطبيب يعني ما هي الدلالات التي أو دون أن نسأله نرى أنه له عيادته الخاصة أو يعمل في المستشفى له رخصة بالمزاولة المهنة معلوم أنه قد درس في كلية من كلية الطب معلوم أن الدولة تعترب به وكذلك المهندس أو الإعلامي أو الصحفي أو الحرفي أو المحاسب أيا كان فإن قلنا لإنسان هل أنت مؤمن يعني الإجابة الطبيعية يعني حتى وإن كان يعني سادرا في غيه أو لا علاقة له بالإيمان طبعا أنا مؤمن يعني هذا السؤال يعني هذه الإجابة يعني لو ذهبت إلى إنسان في مقهى يعطي الوقت ولا يعمل ولا يتق الله ويكذب وربما يرتشي وينصب على خلق الله ويغتاب هذا ويقود في عرض هذا وتقول له أنت مون يقول طبعا طيب هل الإيمان علامات وهل أي إنسان مننا نستطيع أن نناديه أيها المؤمن أو أنت من زمرة الذين يخاطبهم رب العباد عز وجل يا أيها الذين أمنوا هذا حارثة الأنصاري صحابي جليد من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له يوما رسول الله عليه الصلاة والسلام يا حارثة كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله قال لكل شيء أو لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال إني أضمأت أو أسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أرى الملائكة حول العرش يطوفون أو يسبحون وأن الملائك وأن أهل النار في النار يتعاون عندئذ قال صلى الله عليه وسلم مؤمن نور الله قلبه بالإيمان عرفت فلزم عرفت فلزم إذن بسألت أن الإنسان المؤمن تظهر عليه علامة الإيمان الإنسان المؤمن تظهر عليه علامة الإيمان ابن المسعود يقول إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني أعطي أذنك له يعني هذا النداء فإن ربك إنما سوف يأمرك بخير أو ينهاك عن شر يعني إذا نريد أن نقول إن رب العباد سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها إما أمر بخير أو نهي عن شر طيب في القرآن الأمر وانظر إلى النهي فإن رأيت أنك تأتمر بأمر الله بالأوامر هذه بالخطاب يا أيها الذين آمنوا وتنتهي عما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عندئذ أنت من زمرة المؤمنين الذين خاطبهم رب العباد عز وجل لأن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الناس ويقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه يعني الإنسان آمن بلسانه قلت أنا مؤمن ولكن لا يحافظ على الصلاة لا يتق الله لا يرقب فيهم من إدلا ولا ذم يرتشي يكذب يعني يخوط في الأعراض يعني سبحان الله سادر في غيه لا يتقي رب العباد عز وجل غير مراعي لأهله غير مراعي لأولاده يعني لا يربي الأولاد على كتاب الله يأكل حلالا ورغم ذلك يقول أنا مؤمن إذن هذا آمن بلسانه لكن قلبه لم يؤمن بعد فإذن لابد من الإيمان اللسان مع العمل فالإيمان وأركان ثلاثة تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان هذه هي الثلاث فإن قلت بلسانك وصدقت بجنانك وقمت بأركانك أو عملت أركان الإسلام فأنت المؤمن الحقيقي طيب إذا يعني يعني نظرنا في بعض من النداء هذا الإيماني من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا ماذا نرى فعلا نعرض نماذج من كتاب الله عز وجل من هذه التسعة وثمانين نداءا يا أيها الذين آمنوا في قضية يعني هذا النداء ونحن نرى مع أنفسنا هل نحن مع هؤلاء الذين خاطبهم رب العباد سبحانه وتعالى نسأل الله أن نكون كذلك يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أنت عندما تهجم عليك الابتلاءات الهموم الغموم ضنك في الرزق مشكلة خسارة في التجارة خسارة في ولدنا الأولاد بعدما كان الولد يصلي أصبح لا يصلي بعدما كان مستقيم وبر بك أصبح عاق البنت بعدما كانت هادئ أصبحت متمردة الزوجة بعدما كانت مطيعة أصبحت ناشز الزوج بعدما كان كريم أصبح بخيلا الجار بعدما كان يغض طرفه عن السيئات أو عيوب التي عندك إذا به للأسف الشديد يتمرد عليك ويقول عمر بن الخطاب اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الذي ترعاني عيناه وتسمعني أذناه إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذعها شوف منك خير ولك أنه رأى أول ما يجد ثغر عندك بسيطة ينشرها طيب هذه الإتلاءات كلها هذا الجار هذه الزوجة هذا الزوج هذا الولد هذا المدير في العمل هذا الموظف الذي تحت يدك كل هؤلاء هذه نوع من الإتلاءات طيب نوع الإتلاءات تلك بما أستعين عليها يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا الله يعني الصبر يقدم على الصلاة لأن ما هو الصلاة نفسها تريد صبرا لماذا نرى أولادنا يصلون في نصف دقيقة تنظر على الوالد كده أو البنت تريد أنه صلى ركعتين في ربع دقيقة أنت لو حاولت أن تقرأ خلفه الفاتحة لا تستطيع ماذا يصنع وبعدين يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا أقل وقت لكن الله أكبر سمع الله لمن حمد طيب ماذا قال فالصلاة تحتاج إلى صبر الصلاة تحتاج إلى صبر حتى إن حمام الحرم كان يضع ويحط على ظهر ابن عمر رضي الله عنه ظن منه أنه جدار يظن الحمام أن ابن عمر هذا جدار ليتحرق لأنه ركع من مدة طويلة وسجد من مدة طويلة فمر زمن طويل ظن الحمام وهو يطوف أن هذا جدار ثابت من جدران صحب الكعبة المشرفة فهذا دليل على أن هذا خاشع في صلاة فالصلاة تحتاج إلى صبر فذلك الإنسان الذي ليس عنده صبر ليس عنده صبر لا على عبادة الله ولا على عباد الله لعنده صبر على عبادة الله ولا على عباد الله بدليل أن اثنتان من المدينة المنورة لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتدابهم يوما للصيام وقال لا يفطر أحدكم حتى يأتي ليأخذ الإذن مني فجاء ابن عمهم ليستأذن لهم أن يفطر فقال صلى الله عليه وسلم يعني لقد أفطر على أعراض الناس الأختين جاعدوا مع بعض طول يوم يدردشوا وغيبة ونميمة على خلق الله فأرسل إليهم قطشت أو إناء قال تقايا هذا ما أكلتم من أعراض المسلمين فمن لم يدح قول الزوري والعمل به فلا حاجة لله أن يضع طعامه وشرابه إذن قضية يعني أو مسألة الصبر يحتاج العبادة إلى صبر ويحتاج المال إلى صبر ويحتاج العلم إلى صبر والجاه يحتاج إلى صبر لماذا يظلم صاحب الجاه بجاهه؟ لأنه لم يصبر عليه ولماذا لم يتقد له صاحب المال لأنه لم يصبر على المال الذي آتاه الله ولم يشكر مال الله سبحانه وتعالى ولم يشكر نعمة الله في هذا المال ولم يؤتي هذا المال وأمسك هذا المال ولم يؤتيه إلى فقير ولا مسكين ولا محتاج ورد هذا ورد ذاك حتى إن هؤلاء البخلاء تحمى على أموالهم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ لأننا قلنا مرارا إن الغنية إذا رأى أخاه الفقير مقبدا عليه قطب جبينه أول شيء يقول يا إله إلا الله أهو ابن عم جاي يطلب أهو ابن أختي جاي يسألني أهو أختي جاي تسأل مني تسألني سبحان الله فيقطب جبينه ثم يعطي السائل جنبه فيكوى جنبه ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره هذه الأماكن الثلاثة للمواطن التكبر الذي عند صاحب المال لماذا صنع صاحب المال هذا؟ لأنه لم يصبر لم يصبر على إيه؟ على المال الذي أتاه الله صاحب الجاه يقول أن الناس ببابه فيقول له مدير مكتبه إن فلانا بالباب يقول لا 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 هذا سبحان الله يعني لا أريد أن أقابله لا 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 أطرده لا 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 سبحان الله ما شيء لماذا؟ لأنه لم يصبر على رزق الله أو على جاه الله الذي رزقه رب العباد سبحانه وتعالى به أيضا يعني الله عز وجل لما ناد المؤمنين يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزبه شيء يعني شيء يهجم عليه من الأعلام الدنيا أو يقول أرحنا بها يا بلاد فيفزعوا إلى الصلاة طب لما أفزع إلى الصلاة ما الذي يحدث؟ يحدث أنني أقف أستقبل الكعبة المشرفة أي مكان في العالم أستقبل الكعبة ثم أخذ الدنيا التي تشغلني عن الله وألقيها خلف ظهري مكبرا الله أكبر أي أكبر من المشاكل وأكبر من الدنيا وأكبر من المال الذي خسرته وأكبر من الألام التي جاءت إلي أو القضية التي أنتظرها أو إلى آخره الله أكبر عندئذ استعنت أنت برب العباد سبحانه وتعالى وعندئذ وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض فعندئذ إذا جاءتك الابتلاءات واستعنت بالصبر وبالصلاة فأنت تنطبق عليك أول شرط من شروط الإيمان يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إذن هذا شرط من شروط الإيمان أما الإنسان يافزع لأقل شيء الأم تجد تضع يدها على جابهة الولد تجده ارتفعت حرارة درجة واحدة وربما لا تملك إلا هذا الولد تنزعج وتنادي الزوج وتنادي أخاها وتنادي أباها وتنادي الأقارب الحق والطبيب سبحان الله هذا الجزع قد يكون جزع طبيعي ولكن لما يكون في حدود لكن الهلع والخوف والرجفة وتقف تصلي لا تدري كم صلت هذا يعني ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلاحقت به قالت أصبر يا رسول الله قال لا إنما الصبر عند الصنة الأولى الصبر أول ما يجدك الخبر المؤلم ما هو الابتلاء لا يطرق بابك مش هيتصر بيك قبل الابتلاء بيومين الابتلاء يقول لك إيه خلي بالك يوم الجمعة القادمة أنا جاي أنا ابتلاء أنا مصيبة لا هو الابتلاء يأتي فجأة تستيقظ الصباح يجي لك خبر أنت فصلت من عاملك أنت والدك تغفى الله ابنك عمل حق مثلا بهذا المنطق الابتلاءات كده الابتلاءات تأتي مفاجأة لكي يختبر رب العبادة سبحانه وتعالى صبر المؤمنين ذا كان النداء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصبر واحد لا يصدح والصلاة من غير صبر لا قيمة لها فلذلك نحن يجب أن نراعي أن رب العبادة سبحانه وتعالى عندما نادى المؤمنين هذا النداء الجميل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين الله يعني أنا لو استعنت بالصبر والصلاة يبقى أنا في معية الله طب ومن كان في معية الله ماذا فقد ما فقد شيئا ومن كان بعيدا عن معية الله ماذا كسب ما كسب شيئا إن كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وإن فقدت جانب الله فقدت كل شيء وما عوضك عن الله شيء هذا الله أعلم أحبة في الله نواصل هذه النداءات العلوية يا أيها الذين آمنوا في هذا البرنامج الإنسان والقرآن ولكن بعد الفاصل كنوا معي حتى نتواصل اللهم أجعلنا وإياكم من الذين آمنوا بصدق قولا وعملا إن ربي على ما يشاء قدير أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذا النداء الجميل الذي يخاطب به رب العباد سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ولماذا خاطرهم بهذا الخطاب حتى يتحمل الواحد منهم تكاليف وعناء التعبد والتكاليف الشرعية لأنه تحتاج إلى صبر ومصابرة فعندما تذكر الإنسان أنه مؤمن خلاص بأنه أنا أمنت خلاص بأنه أمنت يبقى أتحمل زي بالضبط إيه ولله المثل الأعلى لما يقول للولد إيه يا ابني حدث كذا وكذا لولدي يا ابني كذا أو يا بنتي كذا وكذا يا ابنتي كذا وكذا هذا النداء كلما تذكر الولد أن أباه الذي يناديه يا ابني زي ما كذا سيدنا لقمان كان يعد ابن يا ابني يا ابني أو سيدنا إبراهيم ينادي أباه يا أبتي يا أبتي لماذا لأنه يشعر بالقرب فعندما ينادي رب العباد سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عباده المؤمن يا أيها الذين أمنوا تسهل عليهم أعباء التكليف فلما ذكرنا قبل الفاصل يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أهم صبر مع الصبر على الابتلاء والمصائب الصبر على الفعل والصبر على الترك الصبر على الفعل والصبر على الترك يعني صبر على الفعل والصبر على الترك الفعل هو ما أمر الله به أصبر على الصيام على تكليف الحج يعني وربنا نتقبل من الجميع على تكاريف الصلاة وادائها كما هي اسبغ وضوئها اتنم ركوعها وسجوتها الى اخره هذا صبر على الفعل طيب صبر على الترك الاصحاب المعاصي المعاصية لها حلاوة والطاعة بالنسبة للبعيدين عن طريق الله لها مرارة فقضية صلاة الفاجة دي صعبة على اغلب الناس الا من رحمة ربي يا الله لسا الساعة الخامسة اوم واتوضى وصلي والبرد وسبحان الله ليست سهلة فهي صعبة لها مرارة عند البعيدين عن طريق الله لكن القريب من الله عز وجل جاءت حلاوة للطاعة فاذا تحولت يعني علامة التوبة دايما الناس تسأت تقول ايه انا عايز اعرف بس دليل واحد ان ربنا قابل التوبتي اقولك انا احد الادلة ان شاء الله اذا تحولت حلاوة المعصية الى مرارة ومرارة الطاعة الى حلاوة هذا دليل قابل التوبة بمعنى ايه يعني انت مثلا يعني ابتليت مثلا والعاذ بالله او يعني واحد من الناس ابتليه مثلا بتعاطي الخمر او المشكرات ويجد حلاوة في هذا الامر ولا يستطيع ان يفيق منها فلما ربنا يتوب عليه ويقضع وبعدين كان اثناء تعطيل الخمر كاره للصلاة فكانت الصلاة بالنسبة له طعمها مر والخمر بالنسبة له كان جميلة وطعمها حل طيب لما ربنا يتبع عليه بدأت تثمر في قلبه حلاوة الطاعة بدأ يشعر بجمال الصلاة بحلاوة الصلاة بحلاوة الوضوء شوف يتوضع كده يشعر ان الله ايه الراحة النفسية يقف يصلي الله سبحان الله يجد انشرح صدر وبعدين ايام كان يتعاطى الخمر والعاذ بالله يشرب ينام مكتائبا ويصبح الصبح مكتائب والعاذ بالله وبعدين ايه عشان ينسى الاكتئاب يشرب مرة اخرى كما قال شاعرهم وداوني بالتي كانت يداء لكن لما يتوب ربنا عليه يجد ان لا 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 والله ولا ولا اود في مجال السلفية للخمر دي ابدا سبحانه فيتوب الى الله فهذا دليل توبة من رب العبادة سبحانه وتعالى ان تتحول عندك حلاوة المعصية الى مرارة ومرارة الطاعة الى ايه الى حلاوة طيب تعال الى نداء اخر من النداءات التي نادى بها رب العبادة سبحانه وتعالى عبادة المؤمنين يا ايه الى ادين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه وتعبدون الله كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني اياك والحرام يعني اياك والحرام أنا لو لبست ثوب بعشر دراهم هكذا علمنا علماؤنا الثوب اللي ألبسه بعشر دراهم في درهم حرام يرى كثير من العلماء أنه لا تتقبل صلاة العبد وعبادته طالما الثوب هذا عليه إلى أن يبدأ يظل الحرام حراما يعني قضيت 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 أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه في القصة التي تحفظون دخل عليه خادم كان عنده بكوب من اللبن شاربه شارب أبو بكر قال يا خليفة رسول الله ما سألتني من أين هذا اللبن قال من أين قال كنت أعمل عند قوم في الجاهلية أتكهن لهم يعني أتكهن لهم يعني صار عندهم كاهن يعني له زي في العصر الحديث قرات الفنجان وقرات الكف والحظ والنجوم والطالع والكلام الخيبة ده سبحان الله هذا محرم في الإسلام كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية فمررت عندهم اليوم فإذا عندهم بعرس كان عندهم إيه مناسبة فأعطوني منيحة اللبن تلك أعطوني كوز اللبن هار فجئتك من به أبو بكر وضع أصبعه في ثمن فتقايا أما في بطنه ثم نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق قال هون على نفسك يا خليفة رسولنا ما حقول هذا الكلام قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لا خرجتها لماذا صنع أبو بكر هذا لأن معدة أبو بكر لم تتحمل شبهة أو حرام وأن معدة الكثيرين منا تعودت الحرام والحرام والحرام أبو بكر لم تقبل معدته جرعة لبن صغيرة وكثير مننا يتلح في بطنه بنايات وأراضي وألاف وملايين بطريق مشروع وغير مشروع ونسأل الله السلامة ماذا يقول لله يوم القيامة طب هل ينام ينام طب كيف ينام لأن حس الضمير ويقطت الضمير هو قد نام الضمير عنده وغطاه ومقافة الله سبحانه وتعالى مش موجودة وأنه عايش على الأمان والتمني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فهو إنسان سبحان الله العظيم يعني القصة لطيفة ربما قصصتها من قبل حصل أن في سنة 1912 يعني من 100 سنة تقريبا أو من 96 سنة جماعة حجيج خرجين يحجوا إلى بيت الله عن طريق الباخرة من ميناء السويس في مصر إلى جدة وبعدين رجل معه سبع جنيهات سبع جنيهات في هذا الوقت كانت يعني كان الجنيه أيامها الجنيه الذهب بأقل من الجنيه المصري بشوية بـ 97 قرش ونصف المهم يعني وضع السبع جنيهات دي سبحان الله في سرة وربطها كده على الإحرام وقاعد في السفينة على الباخرة عزكم الله رجل معه قرد القرد سبحان الله راح خطف السرة الرجل عايز يطميننا على أموال وفتح السرة بيطميننا على أموال راح القرد خطف السرة وطلع على الساري بتاع الشراع بتاع المركب بتاع السفينة وقاعد يلقى للرجل نصف جنيه في حجره ونصف جنيه في الماء جنيه للراجل وجنيه في الماء بقي للأسف بقي للرجل جزء بسيط أربعة جنيه من السبعة ولا شيء. بعد الرجل يبكي. كيف او انفق في انا وفي الحجاز وكيف في مكة ولس المدينة ورحلة الحاج. وكانت رحلة طويلة. كان يركبوا الجمال وكده سبحان الله. والامل الحمد لله لان امور ميسرة ورغم ذلك اولدنا في حالة من الضجر يقول لك الرحلة متعبة. مش عارف متعبة لي? لان التكيب بدل ما كان على على عشرين كان على واحد وعشرين. نسأل الله السلامة والله ربنا يسألنا عن النعيم. نسأل الله ان 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 نكون من الشاكرين واياه. فسأله الشيخ الذي على ايه معه في الباخرة. قال انت ايه تشتغل? انت بتعمل ايه? شغلتك ايه? قال له الله انا ابيع اللبن. انا بيع لبن. اجيب اللبن من الزرائب. وكده ابيعها للناس. ابيعها للناس. قال وهل تخلطوا اللبن بالماء? قال له نعم. قال ثمن الماء ذهب الى الماء. وانت اخذت ثمن اللبن. يعني الغش اللي دخلته في اللبن بالماء راح ضاع عليك. ويبقى الحرام. فاذن العبد يجب ان يتقي الله رب العالمين. شوف. احفظ هذه. جمع الحرام على الحلال ليكثره. دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذه قاعدة. شن من شن الله بالتو. جمع الحرام. يعني هو راتبه. مثلا يعني اقول مثلا الفين. ها? او الف. راح اكتسب من حرام مئة. المئة تضيع الالف. كيف تضيع الالف? تنزع منها بركتها. يجي مرض ولده. السيارة بتاعته تتخبط في حادثة كده بدون داعي. ينزل السيارة عزلها خمسمائة ولا الف ولا اكثر ولا اقل. يجب ان يفيق العبد. اه. في ايه اللي ان اعملته غلط? في الشيء اللي مش مضبوط? فيجب ان يتقي رب العبادة سبحانه. فاذا حضرت يا ايها الذين امنوا. شو الامر الالهي يا سبحان الله. كلوا من طيبات ما رزقنا. ده من الطيب يا اخي موجود. الله. وربنا يضع البركة في الايه? في القليل ان كان حلالا. وينزع البركة من الكثير ان كان شبهة او حراما. دي فيه مصيبة اخرى. العلماء علمونا الله يرحم من مات منهم. ان من اكل الشبهة. مش الحرام. الشبهة قال عصت جواريحه شاء ام ابه. يا الله. دي اكل الشبهة. الشبهة. اربعين يوم. جواريحه تعصي. يعني ايه جواريحه تعصي? يعني يعني ايه كده? زيغة كده والعلم اللي يبص على الرايحة واللي جاي يا سبحان. اذنه حب يستلع معل الغيبة. رجله تروح على الاماكن اللي فيها شر. يده ما تعطي صدقة. ما تمسح رائس يتيم. ما تسلم على الناس باخلاص. قلبه تجد فيه جواريحه تعصي. الجواريح ايه? تعصي. ولذلك انا لما اتاجر في شيء. يجب ان اتاجر في شيء حلال. ولذلك نحن يجب ان ان نوصي او ان نوضح ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. يعني انا لما اتاجر في شيء يؤدي الى حرام فهو حرام. واخد بالك? يعني واحد كده يروح ويتاجر مثلا ايه? في مثلا يعني في ملابس نسائية قصيرة. والفلسفة عندنا نحن معشر العرب الله اكبر. ولسيطنا الشيخ. هذا اللبس القصير تأخذه الزوجة تلبسه لزوجها. يا رجل تتقن له. يعني فالزوجة تأخذ بهذا المبلغ الكبير يعني. هو نسأل له ان تأخذها وتعمل كده يريد. لكن القضية ليستها كده. فانا اريد ان اقول ان لابد من اكل الحلال. لابد من اكل. ما حرمه رب العباد طعاما وشرابا يحرم بيع وشراءه. الشيء اللي يحرم في الاكل والشرب والاستخدام يحرم بيعه. يحرم بيعه. يعني بمعنى ايه? طبعا باستثناء الذهب والفضة يعني هو للزينة للنساء. لكن نتكلم على ما يحرموا اكلا وشربا. من الواجب الا نبيعه. ليه? لان البيع فيه هنا يصير ايه? حرامك. فيا ايها الذين امنوا. كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا لله ان كنتم اياه وتعبدون. فين الشكر? هل شكرنا? احنا سبحان الله العظيم. الله عز وجل. ولان شكرتم لازيدنكم. ولان كفرتم. اذا العبد من يشكر فانما يشكره لنفسه. ومن كفر فان الله غنيه من حميد. الله غنيه عنا وعن شكر الشاكرين وغنيه من عن كفر الكفرين سبحانه وتعالى. جل شأنه. فانا اريد ان اقول ان الواحد منا اذا اراد ان يكون في زمرة المؤمنين. يعرض نفسه على كتاب الله. ويشوفوا النداء الايماني. يا ايها الذين امنوا. ها. انا باستعين عند المصيب الصبر والصلاة. انا اكل من الطيبات. هل انا من الشاكرين? هل كم صفة الان في اياتين فقط? والقرآن في تسعة وتمانين موضع يقول وينادي. يا ايها الذين امنوا. فانا انادي ايضا. يا ايها الذين امنوا. امنوا بما في كتاب الله عز وجل. وطبقوا حتى لا نكون ناس نقول كلاما ونعمل كلاما اخر. كنوا معي بعد الفصل ان شاء الله نتواصل مع النداء القرآني. يا ايها الذين امنوا. اللهم اجعلنا واياكم منهم. يا رب العالمين. اهلا بكم. مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى. ونحن نتواصل مع هذا النداء القرآني العظيم والجميل. الذي يحبب المؤمنين في تطبيق ايمانهم واظهار ايمانهم بنداء الله لهم. يا ايها الذين امنوا. في نداء ايضا للذين امنوا من التسعة وتمانين نداء. يا ايها الذين امنوا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يا الله. يعني انا لما اعطي صدقة. وامون. بطلة الصدقة وضعت. طبعا. كيف يعني. تجد انسان. الصدقة ليست صدقة بالمل فقط. ده ممكن واحد يتصدق على واحد من جاهه. واحد يتصدق على انسان من علمه. واحد يعني انسانة تتصدق على على زوجها بحسن التباعل. هذه من ضمن الصدقات التي لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس. ينفق على ابن اخيه. مثلا. اخوه مات. ورعى اولاد اخوه. اخوه كان فقير. فقال خلاص يا اولاد اخوه يا انتو كانوا زي اولاد عموك انا اعلمكم. بعد ما يتعلموا الاولاد. ويجي والد منهم يعني. يكون فيه شيء من العصبية. رد على العم ورد مشتطيف. موقف معين. عم طلب منه. مطلب معين فلم يسيب له. فاذا بالعم يتنمر. يقول له خلي بالك. انا استلمتك وانت خمس سنوات. انت لقى انا عندك ثلاثين سنة. انا اللي عملت فيك كذا. وعلمتك كذا. وانفقت عليك كذا. وكنت كذلك. هذا يا اخوه الله. طب لماذا تضيع ما صنعت. انت. عندما صنعت هذا الامر. صنعته لوجه الله. املل. عشان يعني. يقال ان فلان كذا وكذا. اول ثلاثة. تسعر بهم النار يوم القيامة. عالم وكريم وشهيد. فيوتى بهم. اول ثلاثة. يدخل النار. يوتى بالعالم فيعرفه الله فضله عليه. فيعرفه. فماذا صنعت في العلم الذي علمتك اياه. علمت خلقك يا رب. قال انما علمتهم ليقال عالم. وقد قيل انت كنت عايز منظرة ورياء وسمعة. وانتها الموضوع. قال ان علمت ليقال عالم. وقد قيل. يعني اخذت نصيبك. القوة على وجه في النار. يوتى بالكريم. يعرفه الله نعمة المال التي انفأ اعطاها اياه. يعرفها. ماذا صنعت. تصدقت وصنعت. يقول انما تصدقت ليقال جواد كريم. وقد قيل ان فلان الفلاني تبرع لجهة الفلانية بكذا. وتبرع لليتام الفلانين بكذا. في الصفحة الاولى والصفحة التالية. يا اخي. يا اخي حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. من السبعة. الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل رجل تصدق بصدقة. فاخفاه حتى لا تعلم شمال ما انفقت يمينه. اربعين سنة. فقراء القوفة. يفتحون الابواب عند الفجر. يجدوا الطعام. ويجدوا الكساء. ويجدوا الاموال. يقول يا رب ما لي اضع لنا هذه الاموال. ما لي اضع سبحانه. فما عرفوا بعد اربعين سنة. الا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين. رضي الله عن اهل البيت. وصلى الله وسلم على جدهم. عليه الصلاة والسلام. يعني. اذا طيب. نبدأ يا سيد المكالمات. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا دكتور. يا مرحبا الله يرضى عنكم. الله يبارك فيكم ارضى عنكم. الله يسلمك يا رب. تفضل. الله يسلمك. نعم. في سؤال نعم. 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 انا جيت من سوريا الساعة 11 بالليل. ايوه. ايوه. جيت للامارات. نعم. فلما جيت من امارات الساعة 11 كانت عندهم هني هون الساعة 2 تقريبا. نعم الساعة واحدة. يعني الساعة واحدة ايوه. نعم نعم. وصلت لها هون الساعة السابعة. طيب. انا صليت الصبح الساعة ستة. طيب. فالجازة الصلاة والله قال ما بصير فوق الكعبة تكون الطيارة. لا الساعة السادسة بالتوقيت الساعة اللي كانت في يدك. نعم. بتوقيت الساعة التي كانت في يدك. بتوقيت الاماراتي كانت الساعة ستة. عجمي خلاص يبارك تمام. لان احنا عندنا هناك لسه الشمس كان يدود فجر كان مؤذن من ثلث ساعة تقريبا. تمام. صاراتك صحيح ان شاء الله باذن الله. يعني. سليم ان شاء الله باذن الله. طيب. ايوه. ننتصب من بلجك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عم بحكي معك يا استاذي. نعم. اه. انسان من بلجك. مهلا وسهلا. بصدقيت اتشكرك لانه انت غيرت حياتي. حياة اطفالي زوجي. الله يبارك فيكم تميعني يا ربي يبارك فيكم. اه. اه. والطفلي عملوا خمس سيه لما بتطلع انت عبتل في سبيعهم بيقلي تلقى استاذيك. الله يرضى عليكم باري في يا رب. الله يحنوه لك ان شاء الله. بارك الله. تحت عمر التفضل. اه. وبدي اقللك تعريق على اللي كنت عم تحكيه حضرتك. اه. انه انا كنت عايشة يعني وما زلت عايشة في بلجكة. وكنت حياتي عالية متل كل صبايا متل كل شيء وكذا. نعم. والحمد الله الله من علي وتحجبت. الحمد الله. من خمس شهود. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. اه. متل ما كنت عم بتقول. اه. صار فيه ضغوطات هون شوي طبعا بما انه عايش في بلد الاربي. نعم. اه. اه. تركوني شغلي وفي ضغوطات تانية وهيكا. بس الحمد لله. الحمد لله. نعم. نعم. انا كتير 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 مقصودة. وحايف. الحمد لله يا بنت ربني يثبتك. وشكرا لها البرنامج. الله يرضى عليك يا بنت وكريمة. اه. دارينا. ادعينا. 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 نحن في البلاد الغزي. الله. الله يثبتكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله ويستقر الأمر. بارك الله فيك وأنا أريد بارك الله فيك. أنا أريد أن أقول لك ثبتك الله سبحانه وتعالى أنت وقل لبناتنا في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وفي كل بلاد الله وثبت الله كل بناتنا وأخواتنا في أرض الله على طاعته سبحانه وتعالى. وثقي أن الله عز وجل سوف يعوضك خيرا كبيرا بأنك تركت العمل أو تركوك العمل نتيجة الحجاب سوف يعوضك الله خيرا لأن الله سوف يعوضك رب العباد سبحانه وتعالى خيرا لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا يضيع أبدا خير عند رب العبادة على الزوجات إن شاء الله أيها أميوسو السلام عليكم وعليكم السلام وفيكم يا رب أرجو من حضرتك بسمع ليش تسمعني أنا هو سؤال سريع أنا عندي أمي عندها 80 سنة وهي عجوزة ومريضة بس أنا مش مقيمة معاها يعني هي مقيمة في بلدنا ومعاها أخي لي عنده 61 سنة هو أكبر واحد للأسف الشديد أنه هو يشرب الخمر ولا يصلي يعني إنسان لا يعرف أي شيء عمل رب ناهدي نعم فالأسف هو بيعملها معاملة وحشة ففي مؤخرا كنت أنا موجودة فهو أهنها فهي دعت عليه فهو كان ما كانش قاعد معينا سمعها فكان داخل عايز يضربها فأنا اضطريت عشان أمنعه عنها إن أنا أحرف وقلت له أقسم بالله العظيم إنها ما دعيتش علي نعم نعم فخوفا من إنه يأذيها يعني نعم نعم فأنا الحقيقة من الوقت ده يعني أنا زعلانة من نفسي إنها حرفت وفي نفس الوقت بحس إن أنا يعني أنا طبعا بضطر عامله كويس أشان خايفة عليها نعم فبنتي دايما تقول لي يا ماما أنت منافقة أنت بتنفقيه أنت مش بتحبيه هو وحش بس أنت بتعمليه كويس طيب بس بارك الله فيك يا شخنا بارك الله فيك أولا ندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الأخذ يعني أن يهديه رب العباد سبحانه وتعالى وأن يفيقه من غفلته وأن يتوب عليه وعلينا جميعا إن شاء الله وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بر أمه قبل أن تغادر هي الحياة أو يغادر هو الحياة أما قسم أخته له أن أمه لم تدعو عليه إن شاء الله نحسب أن رب العباد كريم لن يحاسبها على الحنث هذا في القسم أو الكذب لأنها قالت هذا حماية لامها كبيرة السن يعني وقد بلغت من العمر ارذرة وتريد رعاية وتريد عناية ولكن يعني نسأل الله ان يرقق قلب ولدها واجعله ملتزم ان شاء الله وادعو الله له سبحانه وتعالى والجميع بالخير وانت لست منافقة ولا غيره لان ضروري التودد لمثل هؤلاء الاشخاص حتى نأمن شرهم وهذه علامة من علامات الساعة ان يكرم الرجل اتقاء لشره هذا كهكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على امتي يكرم الرجل اتقاء لشره عشان نتقي شره نقوله كلمتين طيبين وقد نبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم ونسأل الله ان يتوب على الجميع ان شاء الله باذن الله ايوة الدينة من دبي السلام عليكم السلام عليكم ايوة عليكم السلامة وبركاته لو سمحت انا عندي بس لتأسيلها نعم اول سؤال بس انه انا عندي مشكلة انه صلاة الصباح نعم لما قوم صلي الصباح لانا بس اطوط وغسل وجه بوعى بطل اقدر نام نعم بس لاتوط وغسل وجه ايوة ما بقدر ارجع نام ام يعني ما بقدر الا امكاني انه تاني يوم على الساعة 9 الصباح وصلي قضاء الصباح هيا اول شغلة اه اول شغلة اه بان شغلة اه في قالولي لما يقدن المغرب اه اذا عتمت الدينة ومش مصلي المغرب بيصير قضاء هل هذا صحيح؟ لا يعني هو طيب ماشا هالي عند دخول العتمة قبل اذان العشاء مسلا بربع ساعة او تلت ساعة مسلا العدل من الساعة يعني اول مغربتي مديني عددت ونصف مسلا طيب 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 اه شغلة السؤال الثالث لا سمحت ايوة اه 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 صلاة يبن محمد طيب خلاص لما تذكرين ان شاء الله تصير بنتالي ان شاء الله بإذن الله خلاص اوكي بس هدل اهم شيء لسؤالين لا سمحت طيب اه شغلة اه شغلة اه بذكرت السؤال طيب هو معدلة اه انت قلت في صلاة الصبح بالذات لما انت غسلي واتشك ادي احفزت اه ببعد اصحى ما بقدر نام اه نوم كتير خفيف نعم فلما قوم على صلاة الصبح واتوضى يعني خلاص بقدرني صاحية لتاني يوم طيب فانت تضطرت نامي عشان ما تبعد صاحية لتاني يوم ايوة فانا بطي انا بروح علي صلاة الصبح بقوم بقلي صاحية لتاني يوم طيب شكرا الله لك واصحة السؤال اوكي شكرا اه اه اولا انا لا ادري واولا ولا سؤال في موضوع الحلقة ويبدو ان نداء الذين امنوا يعني بعيد عن الكل واحد من جاهز اسئلة على كل احنا قلنا من قبل ان الاسئلة الفقهية هي لها برنامج خاص في قناة دبي او في قناة اخرى ولكن يعني حتى من باب الامانة ان في لنا زملاء متخصصون وبرك الرفيم لهم برامج الفقه ولكن سوف نجيب هذه المرة استثنائية ولكن بعد ذلك ارجو ان تكون اسئلة داخل الحلقة وداخل موضوع الحلقة طبعا قد يضحك الشيطان عن الانسان ويقول له انت ان استيقظت عند صلاة الصبح فلم تنام ادى الى اليوم التالي وقد يكون هذا واقع قد يكون هذا واقع لكن بعد مدة اختي الكريمة ان ان شاء الله لما تواضبي على صلاة الصبح وتستيقظي لان الصبح الان اصبح قريب جدا من ذهاب الاولاد الى المدارس والى اخره وتظل مستيقظة هيجي يوم من الايام بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او اقل او اكثر وتنتظم لك مواعيد النوم واليقظة فانت لا تضيعي ابدا صلاة الصبح لان من استيقظ او من صلى الصبح بعد شروق الشمس بال الشيطان في فمه وفي اذنه وان الارزاق توزع عند صلاة الصبح فعجب ربك من قوم يصلون بعد شروق الشمس كيف يرزقهم رب العباد يرزقهم ولكن لا يبالك لهم في رزقهم اه اه تقول هل اذا صل لنا المغرب عند دخول العتمة صار المغرب قضاءا عند بعض المذاهب زي الاحناف يقولون ان وقت المغرب ينتهي بدخول العتمة يعني قبل اذن العشاب نصف ساعة بخمسة وعشرين دقيقة بثلث ساعة الاحناف يعني يعتبرون هذا انتهاء لوقت المغرب لكن جمهور العلماء يرون انه يجوز ان يصلي الانسان طالما انه كان مضطر لهذا التأخير نسأل اله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من الذين امنوا بألسنتهم وبقلوبهم اللهم ارزقنا ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ليس بعده كفر اجعل لنا يا ربنا في ليلتنا هذه لا تدع لنا فيها ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا اسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما سالما اليه الا وقد رددته واختمنا منك بقاتمة السعادة الاجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم بوريك لي ولكم في القرآن العظيم لا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم باذن الله السبوع القادم في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته